طيب ماذا لو مات مرتكب الكبير دون أن يتوب؟ عند المعتزلة يجب عقابه في منزلة بين المنزلتين عند الخوارج دكافر عند أهل السنة هذا مؤمن وأمره مفوض إلى الله حتى كانوا يحفزوننا ونحن صغار في السنوة يعني ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه دي في منظومة كبيرة في العقائد فده في باب مرتكب الكبير ومن يمت ولم يتب من ذنبه أو مات مرتكباً للكبير فأمره مفوض إلى الله ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه إن شاء عقبه وإن شاء عفو طبعاً هو عفو فالمشكلة فيه المشكلة أن هذا المذهب ومذهب الخوارج هو الذي يظهر بين حين وآخر ليكفر المسلمين العصاة أي واحد مرتكب كبير ولم يتب يكفرونه ثم يحلون دمه وكل الحركات التي تسمع بها أخيراً والذين ينطلقون من هذا المبدأ هذا التطرف هذا التطرف وذلك عندهم مثلاً أول حاجة الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله هذه معصية ويرتكبونها ويستقرون عليها إذن هم كفار إذن هم حلال الدم يلا اعملوا هذا التطرف حين يتحول الإرهاب طبعاً وذلك أساس التطرف هو هذا المذهب لأن أصله هو لا يقتل إلا إذا اعتقد أن قتله مباح أو أن دمه حلال من اللي بيديله أن دمه حلال أنه اعتقاده وأن الكبيرة الكبيرة المصرعة الكبيرة كافر لكن شوف بقل يعني كل الأئمة والله هم كمان ما يجوا حاجة عشرة في المئة ولا شيء يعني هذا هو مذهبهم فضيلة الشيخ ماذا ينبغي أن نفعل لكي نترجم إيماننا ومعرفتنا بأن من أسماء الله الحسنة الغفار في حياتنا وفي سلوكنا اليومي أو طبعاً يعني التخلق بهذا الخلق هو أن الإنسان يغفر لأخيه الإنسان ويعفو عنه ويصفح ويتعود هذا الصفح وبعدين برضو يحتاج علشان يتعود يحتاج إلى يعني إلى التأسي ويتقصى المواقف النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم في مثلاً وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم لأنك كما تحبون أن الله يغفر لكم فأنتم أيضاً مضالبون بأن تغفروا لبعضكم البعض لا لمن يخضع في حقكم وهذا هو أهم درس من هذه الحلقة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكراً جزيلاً لكم على هذه الرحلة النورانية مع اسم الله الغفار وأحبائنا الكرام إلى ملتقاً جديد مع الإمام الطيب نترككم في رعاية الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته